بسأل خيري الدكتور أحمد أهلا وسهلا بك بسأل نور أهلا وسهلا بحضرتك لقاء منتظر لقاء مرتقب لقاء يمكن كتير من الناس كانوا شايفينه يعليق بأنه يكون نهائي بطولة دوري الأبطال بتشوف ومواجهة تقليدية بقت كلاسيك وبتهيقلي في مستوى الكوري الأفريقية أهلي الترجي بقى براند مباراة كلاسيكية من العادة إيه بتشوف إزاي مواجهة الأهلي والترجي في تونس تحديدا في لقاء الزهاية طب بالتأكيد مواجهة صعبة جدا على الفرقتين يعني محدش يقدر برضو يتوقع النتيجة أو يقدر يحسن نتيجة معينة يعني أو ممكن تقول مثلا أن فرقة كفتها أعلى على فرقة لا دي مش موجودة في مباراة الأهلي والترجي بقى الدربي هنتعودنا وهم تعودوا أنهم خلاص بقى هنا بنقابل بعض كتير جدا خلاص بقى يعني هو يعتبر أكتر أربع فرق بتوصل لنص النهائي والنهائي الأهلي الترجي الولاد وصنداونس صنداونس دايما نحظه بيبقى سيء أنه بيصطدم بالنص الاهلي في دور التمانية فطبعا مباراة صعبة جدا هم بطل الدوري التونسي لسا واخدين الدوري وبعدين أخدوا فترة راحة حواليه أربعتاشر خمسة أيام وبعد كده نزلوا التدريبات تاني بس طبعا فترة بأرضه هم عندهم فترة توقف زي عندنا عندنا برضو قدرنا أن احنا ندي للعيبة فترة راحة كانت مهمة أن اللعيبة برضو الضغط البدني والزهني والنفسي اللي موجود ده وتلاحم المواسم بالتأكيد كان مهم أن اللعيبة برضو تاخد راحة فالفرقتين واخدين راحة لكنها طبعا معركة يعني هم خسروا بكاس بالهائي خسروا من النجم السحلي في النهاية بضربة سابتة ضربة ركنية ولكن طبعا يعني النجم السحلي يعني هو المرشح الأول للبطولة في كاس تونس الترجي طبعا فرقة معها معين الشعباني حفزنا كويس جدا وإحنا حفزينه برضو كويس جدا بس برضو أنت بتقابل فرقة عندها استقرار فني وإداري ودي حاجة دايما الفرقة اللي هي بتوصل نص نهاية ونهاية لو بصيت عليهم كده هتلاقي أن المدرب بتاعهم مع أني معلش أنا أسف بقاطع كلمة بس يعني أنا كان انطباعي اللي وصلني من خلال متابعيتي للترجي وهو بيلعب شباب بلوزداد أنه العلاقة كانت متوترة على كل مستويات بين معين الشعباني المدير الفني والإدارة من ناحية وبين معين الشعباني والجماهير من ناحية تانية وفي بعض أصوات تعالد بأنها بتقول على معين الشعباني يعني أنا أعتقد لو كان خرج من على إيد شباب بلوزداد صدر التمانية كانت تنتهي طبعا لقته بالترجي هو معهم من 23 أكتوبر 2018 جي تولى الفرقة بعد فوز البنزيرتي أخذ الدوري التونسي بعد كده أخذ أربع مرات الدوري التونسي وربعه 2017-2018-2018-2019 بعدين 2019-2020 وبعدين السنة دي أربع مرات دوري تونسي برضو أخذ معهم مرتين دوري أبطال أفريقيا شوف الخبرة الموجودة عنده أخذ مرتين دوري أبطال أفريقيا 2017-2018 و2018-2019 أخذ كاس السوبر في تونس مرتين يعني هو السجل بتاعه 8 بطولات 8 بطولات بس بالتالي أنه كيرف هاجل المسلماني يعني فيه مقارنة مهمة جداً بين المعيني الشعباني وبيتسو المسلماني بس بتاعلي كيرف توتر علاقة ابتدى ينزل من خسارته بسبب تراجع الأداء برضو هم خسروا في كاس تونس بس برضو أنا شايف أن الدكة مش مسعداء الفرقة فيها 11 أساسيين كويسين قوي دكة التراجي مش مسعداء خاصة أنه عنده مشاكل دفعية هنتكلم عنها وعنده مشاكل في الفرقة الدكة مش قادرة تسنده شوية يعني مثلاً العيب زي فوسيني كلبالي الارتكاز ده لما بيظهر مش في حالته الفرقة بتقع لأنهم عندوش بديل لقوي جلان الشعلالي بيبقى مثلاً بديل عبد الرقوف بن غيس أكتر عنده قدرات حجومية أكتر فما عندوش حتة الارتكاز الدفاعي كذلك برضو الاتنين المساكين أنا أخلي الجزئية دي لما نجي نتكلم على التشكيل وتقول لي التشكيل الأقرب اللي هلعب يتترجل ده من أهلي بس ترجمة نانسي قنقر